قبل أيام من حلول شهر الخير والبركة أطلقت هيئة الأعمال الخيرية العالمية حملتها الرمضانية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الحملة التي حملت اسم مما تحبون تتضمن العديد من المشاريع الإنسانية المتنوعة أبرزها الطرود الغذائية والتكايا الرمضانية وإفترات الصائم في المسجد الأكسى المبارك وتوزيع زكاتي المال والفطر وبرامج أخرى يمكن أن تساعد في سد ولو جزء من احتياجات العائلات المتعففة والمحتاجة أطلقنا هذه الحملة التي تستهدف أكثر من عشر آلاف أسرى فلسطينية من خلالها سيكون هناك إيصال للطرود الغذائية والزكوات بالإضافة للخبز بالإضافة للإفترات أولى المشاريع التي بدأت الحملة بتنفيذها كان مشروع الطرود الغذائية الذي أعدت الهيئة منه خمسة آلاف طرد بلغ ثمن الواحد منها خمسون دولارا جرى تسليم عدد كبير منها لجمعيات تعنى بدعم المحتاجين والفقراء فيما تسلم المئات من هؤلاء هذه الطرود التي تمثل إعالة مهمة لعائلاتهم قبل شهر رمضان خاصة في ظل ما تعيشه من حالة عوز نتيجة عدم قدرتها على توفير متطلبات رمضان بسبب الغلاء والبطالة هذه طبعا موزحها الأسر الفقيرة كل الأسرة منعطيها كرتونة في رمضان بشغط اعتياجاتهم معاً في رمضان الأسر اللي بتكون يعني وضحها صعب البلد في جداخل الأيتام اللي فاقدين الأب أو الأم يعني كل المحتاجين في بيتها الفقراء اللي وضحهم صعب بصراحة بنساعدهم في رمضان الحمد لله بتساعد بالبيت ولا مالها لأنه مثلا الشغل لدخل الرجل الكليل بيكون يعني هذه بتسجع محل مدامة تشتري مثلا أغراض للبيت يعني بتساعد بالبيت كثير كثير وفيما وصلت المواد التموينية التي احتواها الطرد الواحد إلى 13 صنفاً تنوعت بين الأرز والسكر والزيت والمقوليات والمعلبات وغيرها فإن الميزانية الإجمالية التي خصصت لمشاريع الحملة تقدر بنحو مليون دولار حملة مما تحبون المستندة على الآية الكرانية الكريمة لن تنانوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تميزت هذه السنة باستباق الشهر الفضيل في توزيع هذه الطرود على المحتاجين الذين يضيق عليهم الحال أكثر مع شح الدخل وارتفاع الأسعار لقنوات أبوظبي ماجد سعيد نابلس